اشتركوا في القناة 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 ويتبئ غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا في هذه الاية الكريمة السماوية الربانية يقول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول فالرسول في شق وهو في شق آخر فالرسول في ميدان وهو في ميدان آخر خالف الرسول صلى الله عليه وسلم قدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى فالجزاء من جنس العمل فقال تعالى نوله ما تولى الجزاء من جنس العمل هذه قائدة الربانية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُ الجزاء من جنس العمل ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا الجزاء دائما من جنس العمل لذا قال سبحانا نوله ما تولى ونسلح جهنم وساعة مصيرا اللهم إنا نؤوذ بك من أذاب جهنم أيها الإخوة إن دلت هذه الآية على شيء فإنما تدل على وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أصوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وما آتاكم الرسول فخزوه وما نهاكم عنه فانتهوا الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل يعمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إسرهم والأقلال التي كانت عليهم إذن التمسك بالسنة واجب على كل مسلم السنة السنة يا عباد المنان لذا ثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا الصحابي الجليل إرباب ابن ساريا وعذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعزة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها الأيون فقلنا يا رسول الله كأنها موئذة مودع فأوسنا قال أوسيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاء وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فأليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أضو عليها بالنواجز وإياكم ومهدثات الأمور فإن كل مهدثة بدئة وكل بدئة ضلالة يقول إرباب ابن ساريا وعذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي الموئذة كل كلام فيه أمر ونهي فهو موئذة كل كلام فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فهو موئذة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل هذا كلام فيه أمر بالمعروف فقال إن الله نعيا ما يأذكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله يأمر بالعدل والإهسان وإيتاء ذي القربة هذا أمر وينهى أن الفاشاء والمنكر والبغي هذا نحي عن المنكر فقال يعزكم لعلكم تذكرون إذن فكل كلام فيه أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر تسميه العرب موئذة إذن وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم أي أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لكن قال موئذة بليغة ما هي الموئذة البليغة كل كلام استعمل فيه الفاظ ظاهرة المعاني إذا كان العلفاظ التي استعمل في الكلام ظاهرة المعاني لا تهتهاج إلى تفسير ولا تهتهاج إلى تفصيل تقول الأرب هذا كلام بليغ إذن موئذة بليغة وجلت منها القلوب أي خافت منها القلوب هذه دلالة واضحة على أن الإيمان قد رسخ في قلوب الصحابة رضوان الله عليه لأنهم خير هذه الأمة إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله من علاماتهم من علاماتهم إذا تليت عليهم آياته ذادتهم إيمانا فالصحابة فالصحابة رسخ الإيمان في قلوبهم لذا لما وعذهم النبي صلى الله عليه وسلم وجلت قلوبهم وزرفت منها العيون هذا أيضا دلالة واضحة على رسوخ الإيمان في قلوب الصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي القرآن فقال عبد الله بن مسعود فكيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنذل يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أريد أن أسمعه من غيري فبدأ بالقراءة من أول سورة النساء حتى بلغ آية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسبك يمن مسعود حسبك يمن مسعود فلما التفت إليه فإذا عين النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان فالنبي صلى الله عليه وسلم يبكي وعيناه تذرفان لماذا لأنه تلي عليه القرآن هذه دلالة واضحة على رسوخ الإيمان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لذا قال إرباب ابن ساريا موعزة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها الأيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعزة مودع كأنك تفارقنا يا رسول الله إلى ربك فبما تعمرنا فأوسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوسيكم بتقوى الله عز وجل أوسيكم بتقوى الله عز وجل هذا زمام العمر التقوى وَلَكَدْ وَسَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْكُمْ وَلَكَدْ وَسَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَقُوا اللَّهُ هذه وصية الله في الأولين والآخرين وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لماذا؟ لأن التقوى فيها خيري الدنيا والآخرة إذا كنت تريد الرفعة في الدنيا فَأَلَيْكَ بِالتَّقْوَى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وَإِذَا كُنتَ تُرِيدُ الْرِفْعَةَ فِي الْآخِرَةِ فَأَلَيْكَ بِالتَّقْوَى وَالَّذِينَ اتَّقَوْ فَوْكَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إذا كنت تريد أن يجعل الله تعالى بينك وَبَيْنَ الشَّيْطَانِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَحَاجِبًا وَحَاجِزًا مَنِئًا فَأَلَيْكَ بِالتَّقْوَى إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُسِرُونَ وَإِذَا كُنتَ تُرِيدُ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَلَيْكَ بِمَاذَا فَأَلَيْكَ بِالتَّقْوَى فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَ إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيْجَنَّبُهَا الْأَتِقَى الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَذَكَّرُ إِذَا كُنتَ تُرِيدُ الْجَنَّةَ فَأَلَيْكَ بِالتَّقْوَى إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ إِنَّ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ نَعِيمٌ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ إِنَّ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ وَنَهَرٌ في مقاعد صدق عند مليك مقتدر إن للمتقين مفاذا حدائق وآناب وكواعب أتراب وكأس اندهاق لذا أمره من نبي صلى الله عليه وسلم أولا بالتقوى ثم قال والسمع والطاعة وإن تعمر عليكم عبد طاعة أولي الأمر طاعة أولي الأمر من أقيدة أهل السنة والجماعة أينما كانوا فإنهم لا يخرجون عن الأئمة إلا إذا رأوا كفرا بواها عندهم فيه من الله سبحانه وتعالى برهانا إن لم يروا كفرا بواها فإنهم لا يخرجون عن الأئمة فقال فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا من طال أمره منكم أي من الصحابة فسير اختلافا كثيرا في الدين كأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل هنائذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبضوا عليها بالنواجس وإياكم ومهدثات الأمور فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعذن الله وأجارنا من البدعة أيها الإخوة فإن من سنة الله سبحانه وتعالى أن تكون السنة هي العليا والبدعة هي السفلة لا تخافوا من البدعة ولا من المبتدعين إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فإن البدعة في بداية الأمر تظهر وتتطور حتى يقال إنها غالبة أنزل من السماء ماءا فسالت أودية بقدرها فهتمل السيل زبدا رابية ومما تقعدون عليه في النار ابتغائلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطن فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكس في العرب فأما الزبد أي البدعة فيذهب جفاء فإنها تتلاشى أخيرا وأما ما ينفع الناس وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيمكس في العرب تكون في العرب دائما وعبدا هذه سنة الله سبحانه وتعالى إن لا تنصره فقرن سره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهذن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وعيده بجنور لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا صفنا وكلمة الله هي العليا اللهم ثبتنا على التوهيد والسنة اللهم ثبتنا على أكيدة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعيز الإسلام والمسلمين وأذل لشرك والمشركين اللهم أحينا مسلمين وعمتنا مسلمين وحشورنا يوم القيامة مسلمين ما إمام المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم وكبر رحمان حافظ ترد ينكس كل شيء ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا